بروس فئات العلماء في الجزائر قبل وخلال الأهدى الأثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مكانة العلماء ووظائفهم ومزاتهم وظهر العلماء فيها متميزة ليس وليد الأهدى الأثماني لا في الجزائر ولا في غيرها من العالم الإسلامي فقد بدأت ما نعلم منذ استولى على شؤون المسلمين حكام جهل ليس لهم صيلة بالحضارة الإسلامية واللغة العربية ولا بأمور الدين ومن ثم منذ ضعفة الدولة الإسلامية فجهل الحكام هو الذي مهد لظهور العلماء فيها متميزة ليسدوا الفراغ المستشارين ومشرعين ومفسرين وأصبح شعاء العلماء هو أنهم حماة الدين ومصابيح الظالم بينما لم يتون الأم تذالد حين تان الحكام علماء والعلام حتاما وبالنسبة للجزائر فإننا نعرف أن دولة بنزيان مثلا رضي اتخذت من العلماء مستشارين ومن المثقفين كتابا ومداحين ولكنها لم تفتح وظيفة باسم شيخ الإسلام ونفس الشيء يطال عن سنتين تحت الحفصيين ومدينة الجزائر قبل أن يجعلها العثمانيون عاصما للطر كله ولعل تون الحكام العثمانيين في الجزائر غرابة عن الثطافة العربية وعن تاريخ الحضار الإسلامية والتشريع الإسلامي هو الذي جعلهم تولات وصلاطين يستأثرون بشؤون الحكم من سياسة وارتصاد وجيش وإدارة تاريتين التضايا الأخرى التي لها مساس مباشر بالدين في أيدي فيا أخرى هي فياة العلماء وهذا بدأوا في تطبيق القوانين الوضعية والشريع الإسلامية وهو ما يسميه الأوروبيون الفصل بين الدين والدولة وقد أضافت سلاطين العثمان على رأسهم سليمان القانوني مجموعة من القوانين المستمدة من العرف ومن حضارات أخرى ومن حالات الضرورة وأصبحهم تحتام المشرفين على تنفيذها بينما القضايا المستمدة من روح الشريع الإسلامية ومن تقاليد السلف تطريقت لفئات العلماء تنفيذها وتبدي فيها رأيها وهذا بدأ الفصل في تطبيق الأحتام في الدولة الإسلامية الواحدة التي من المفروض أن أولاتها يمثلون الدين والدولة معا وأن جميع القوانين فيها مستمدة من الشريع الإسلامية وبذلك أصبح للحتام مجالهم الخاص في التنفيذ كما أصبح للعلماء مجالهم فإذا تعارض الأمران تغلب أصحاب الجانب الأول لما لديهم من القوة والسلطان وليس لما لهم من الحق والبرهان وكان البشاوات في الجزائر هم الذين يعينون العلماء في وظائفهم بينما لم يكن للعلماء دخل في تعيين البشاوات فقط كان الأوجات هم الذين يطررون مصير البشا فإذا أراضوا بقي في الحر وإذا غضبوا وطاعة الثورة وسطت البشا مذرجا في دمائه أو مدلي من حبل المشنطة وفي بعض الأحيان تانى الأوجات يأخذون في الاعتبار سخط العلماء على البشا ولا تنذي تلمية أمرا ضروريا للإطاحة به إذ تانيت في تجمع عدد من الجنود عند القصر ودخول طليعة منهم للقبض على البشا وإدامه وتانى دور العلماء في هذه الحالات سلبيا فهم ينتظرون إنجلا غبار الثورة لتيبارت للبشا الجديد ويتقدم إليه بالبيع والتهنية وعروض الولاء وقد وقف بعض العلماء أحيانا مواقف سياسية من بعض الولاد فتانى نصيبهم الاعدام تما حدث للمفتي أحمد تدور مع البشا ومحمد برداش وتانى عزل العلماء من وظيفته ما خف الضررين تما أن النفي تانى أحد طرط التخلص من العلماء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد تما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة